السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الصف الخامس الدرس الأول من الوحدة السادسة عنوان درسنا الأنماط لقسمة الكسور العشرية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الدرس استعمال أنماط القيمة المنزلية لقسمة كسر عشر على إحدى قوى العدد عشر فهيا بنا نتذكر معاً عزيز الطالب كيف يمكن قسمة الكسور العشرية على قوى العدد عشر من خلال هذا المثال مئتين وخمسة عشر وجزئين من عشرة تقسيم عشرة أس إثنان الحل عزيز الطالب نجري عملية القسمة المقصوم عليه هو عشرة أس إثنان إذن هو من أحد قوى العدد عشرة قيمة الأس إثنان إذن نقوم بتحريك أوجد ناتج القسمة استعمل الحساب الذهني أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم نرجع إلى الفيديو لنكمل معاً الحل لاحظ عزيز الطالب المقصوم عليه في جمل القسمة أمامك نفس القيمة ويساوي عشرة وهو من أحد قوى العدد عشرة إذن سوف نقوم بتحريك الفاصلة العشرية بناء على عدد الأصفار الموجودة في المقصوم عليه وبالتالي نحرك الفاصلة إن وجدت منزلة واحدة إلى اليسار وإن لم توجد نضع فاصلة عشرية على يمين المقصوم ومن ثم نقوم بتحريك الفاصلة منزلة واحدة في جملة القسمة الأولى المشار إليها باستهم لا يوجد فاصلة عشرية في المقصوم لذلك نضع فاصلة عشرية على يمين المقصوم كما في الشكل أمامك نقوم بتحريك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليسار كما في الشكل وبالتالي ناتج القسمة يساوي 460 ويساوي 460 في جملة القسمة الثانية المشار إليها باستهم لا يوجد فاصلة عشرية في المقصوم لذلك نضع فاصلة عشرية على يمين المقصوم كما في الشكل أمامك نقوم بتحريك الفاصلة منزل واحدة إلى اليسار كما في الشكل أمامك وبالتالي ناتج القسم يساوي 46 وأيضا يساوي 46 في جملة القسم الثالثة المشار إليها بالسهم لا يوجد فاصلة عشرية في المقصوم لذلك نضع فاصلة عشرية على يمين المقصوم كما في الشكل أمامك نقوم بتحريك الفاصلة منزل واحدة إلى اليسار كما في الشكل أمامك وبالتالي ناتج القسم يساوي 46 أزائن من عشر في جملة القسم الرابعة المشار إليها بالسهم نقوم بتحريك الفاصلة الموجودة في المقصوم منزل واحدة إلى اليسار كما في الشكل أمامك وبالتالي ناتج القسم يساوي 46 جزءا من 100 يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة تدرب المستقل في الصفحة 275 في التمرين الثاني عشر أوجد ناتج القسمة استعمل حساب الذهني أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل لاحظ عزيز الطالب المقسوم عليه في جمل القسمة أمامك جميعها من قوى العدد عشرة إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية بناء على قيمة الأس الموجودة في المقسوم عليه في جملة القسمة الأولى المشار إليها بالسهم قيمة الأس ثلاثة إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية ثلاثة منازل إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى وهذه الثانية وهذه المنزل الثالثة وبالتالي ناتج القسم يساوي ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون جزءا من عشرة آلاف في جملة القسمة الثانية المشار إليها بالسهم قيمة الأس إثنان إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية منزلتان عشريتان إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى وهذه المنزل الثانية وبالتالي ناتج القسم يساوي واحد وثلاثمائة وأربعة وأربعون جزءا من ألف في جملة القسمة الثالثة المشار إليها بالسهم قيمة الأس واحد إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية منزل عشرية واحدة إلى اليسار كما في الشكل أمامك منزل واحدة فقط وبالتالي ناتج القسمة يساوي ثلاثة عشر وأربعة وأربعون جزءا من مئة في جملة القسمة الرابعة المشار إليها بالسهم قيمة الأس صفر إذن لا نقوم بتحريك الفاصل العشرية الموجودة في المقسوم وبالتالي ناتج القسمة يساوي مئة وأربعة وثلاثون وأربعة أزاء من عشرة يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة تدرب المستقل في الصفحة مئتين وخمسة وسبعون في التمرين الثالث عشر أوجد ناتج القسمة استعمل الحساب الذهني أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل لاحظ عزيز الطالب المقسوم عليه بجمل القسمة جميعها من قوى العدد عشرة إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية بناء على عد الأصفار الموجودة في المقسوم علي في جملة القسمة الأولى المشار إليها بالسهم ثمانية وتسعونة وستة أزاء من عشر تقسيم واحد يساوي ثمانية وتسعونة وستة أزاء من عشر لاحظ عزيز الطالب الفاصل العشرية بقيت مكانها دون تحريك لأن قسمة أي عدد على واحد الناتج يكون نفس العدد لهذا لم نقم بتحريك الفاصل العشرية في جملة القسمة الثانية المشار إليها بالسهم عدد الأصفار في المقسوم عليه صفران إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية منزلتان عشريتان إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزلة الأولى وهذه المنزلة الثانية وبالتالي ناتج القسمة يساوي تسعمائة وستة وثمانون جزءا من ألف في جملة القسمة الثالثة المشار إليها بالسهم عدد الأصفار في المقسوم عليه صفر واحد إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية منزل عشرية واحدة لليسار كما في الشكل أمامك منزل واحدة فقط وبالتالي ناتج القسمة يساوي تسعة وستة وثمانون جزءا من مئة في جملة القسمة الرابعة المشار إليها بالسهم عدد الأصفار في المقسوم عليه ثلاثة أصفار إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية ثلاثة منازل عشرية إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى وهذه المنزل الثانية وهذه المنزل الثالثة عزيز الطالب نضع صفرا كما في الشكل أمامك لحفظ القيمة المنزلية إذن ناتج القسم يساوي 986 جزءا من عشرة آلاف يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة 276 في التمرين التاسع والعشرون برر منطقيا وزن شاحنة تحمل عشر أو ستلاثة قطعة متطابقة من القرميد هو 6755 كيلوغرام إذا كانت الشاحنة فارغة تزن 6240 كيلوغرام فما وزنه كل قطعة قرميد وضح طريقة حل المسألة عزيز الطالب أعطيك وقتا قصير لإعادة قراءة المسألة الآن أنت مستعد للإجابة على بعض الأسئلة التي سوف أطراهها عليك أولاً كم قطعة متطابقة من القرميد تحمل الشاحنة؟ أحسنت أسمعك تقول عشر أو ستلاثة قطعة من القرميد ثانياً كم وزن الشاحنة المحملة بعشر أو ستلاثة من قطع القرميد أحسنت أسمعك تقول 6755 كيلوغراماً ثالثاً كم وزن الشاحنة عندما تكون فارغة؟ أحسنت أسمعك تقول 6240 كيلوغراماً إذن أيها الطالب النجيب فما وزن كل قطعة قرميد؟ أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معاً الحل عزيز الطالب وزن الشاحنة المحملة بقطع القرميد هو 6755 كيلوغراماً وعندما تكون الشاحنة فارغة يكون وزنها 6240 كيلوغراماً في البداية يجب أن نجد وزن 10 أو 3 قطعة من القرميد أي وزن الحمولة فقط فكيف يمكن ذلك أيها الطالب النجيب؟ أحسنت أسمعك تقول نطرح وزن الشاحنة المحملة بالقرميد من وزن الشاحنة وهي فارغة إذن نضع وزن الشاحنة المحملة بالقرميد وهو 6755 نضع تحته وزن الشاحنة وهي فارغة كما في الشكل أمامك صفر الآحاد في ترتيب الآحاد أربع من العشرات في ترتيب العشرات وإثنان من المئات في ترتيب المئات وأخيراً ستة من الألاف في ترتيب الآلاف نجري عملية الطرح خمسة أحد ناقص صفر أحد يساوي خمسة أحد خمسة عشرات ناقص أربع عشرات يساوي عشرة واحدة سبعة مئات ناقص مئتين يساوي خمسة مئات وأخيراً ستة من الآلاف ناقص ستة من الآلاف يساوي صفراً إذن أيها الطالب الرائع وزن عشرة أستلاثة من قطع القرميد يساوي خمسمائة وخمسة عشر كيلوغرام الآن نجد وزن القطع الواحدة من القرميد وذلك من خلال إجراء عملية القسمة المقسوم هنا هو وزن عشرة أستلاثة من قطع القرميد وهو خمسمائة وخمسة عشر كيلوغراماً تقسيم عدد قطع القرميد ويساوي عشرة أستلاثة من قطع القرميد نجري عملية القسمة كما تعلمنا سابقاً قيمة الأس هنا ثلاثة إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية أحسنت أسمعك تقول ثلاثة منازل عشرية إلى اليسار لكن لاحظ أيها الطالب النجيب لا يوجد منازل عشرية في المقسوم ماذا نفعل؟ أحسنت أسمعك تقول نضع فاصلة عشرية على يمين العدد خمسمائة وخمسة عشر كما في الشكل أمامك الآن نقوم بتحريك الفاصل العشرية ثلاثة منازل إلى اليسار هذه المنزل الأولى وهذه المنزل الثانية وهذه المنزل الثالثة وبالتالي ناتج القسمة يساوي خمسمائة وخمسة عشر جزءاً من ألف إذن وزن قطعة القرميد الواحدة تساوي خمسمائة وخمسة عشر جزءاً من ألف كيلوغراماً تقويم في الصفحة 276 في التمرين الواحد والثلاثون اختر المعادلات التي تصبح صحيحة عندما دي تساوي عشر أس إثنان هذه هي المعادلات عزيز الطالب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم نرجع إلى الفيديو نكمل معاً عزيز الطالب في المعادلة الأولى نعوض مكان الدي بقيمته عشر أس إثنان إذن جملة القسمة التي حصلنا عليها هي 386 وجزئين من عشر تقسيم عشر أس إثنان نجري عملية القسمة المقسوم عليه هو عشر أس إثنان قيمة الأس أحسنت إثنان إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية في المقسوم منزلتان عشريتان إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى وهذه المنزل الثانية وبالتالي ناتج القسمة يساوي 3862 جزءاً من ألف عزيز الطالب نقارن ناتج الذي حصلنا عليه بالناتج الموجود على الطرف الأيمن في المعادلة الأولى إذن المعادلة الأولى صحيحة في المعادلة الثانية نعوض مكان الدي بقيمته عشر أس إثنان إذن جملة القسمة التي حصلنا عليها 4963 وستة أزاء من عشر تقسيم عشر أس إثنان نجري عملية القسمة المقسوم عليه هو عشر أس إثنان قيمة الأس إثنان إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية في المقسوم منزلتان عشرية تاني إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى هذه المنزل الثانية وبالتالي ناتج القسمة يساوي 49 وستمائة وستة وثلاثون جزءا من ألف نقارن الناتج الذي حصلنا عليه والناتج الموجود على الطرف الأيمن من المعادلة فنجد أنه مختلف إذن المعادلة الثانية ليست صحيحة في المعادلة الثالثة نعوض مكان الدي بقيمته عشر أس إثنان جملة القسم التي حصلنا عليها هي ستة أجزاء من عشر تقسيم عشر أس إثنان المقسوم عليه هو عشر أس إثنان قيمة الأس إثنان إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية في المقسوم منزلتان عشرية تاني إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزلة الأولى وهذه المنزلة الثانية عزيز الطالب نضع صفرا كما في الشكل أمامك لحفظ القيمة المنزلية وبالتالي ناتج القسمة يساوي ستة أجزاء من ألف نقارن الناتج الذي حصلنا عليه بالناتج الموجود على الطرف الأيمن في المعادلة الثالثة فنجد أنه متساوي إذن المعادلة الثالثة صحيحة في المعادلة الرابعة نعوض مكان D بقيمته 10 أس 2 جملة القسمة التي حصلنا عليها هي خمسة وثمانية أجزاء من عشرة تقسيم 10 أس 2 المقسوم عليه هو 10 أس 2 قيمة الأس 2 إذن سوف نقوم بتحريك الفاصل العشرية في المقسوم منزلتان عشرية تاني إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزلة الأولى وهذه المنزلة الثانية عزيز الطالب نضع صفراً قما في الشكل أمامك لحفظ القيمة المنزلية وبالتالي ناتج القسمة يساوي 58 جزءاً من ألف نقارن للناتج الذي حصلنا عليه والناتج الموجود على الطرف الأيمن في المعادلة الرابعة فنجد أنه مختلف إذن المعادلة الرابعة ليست صحيحة في المعادلة الخامسة نعوض مكان D بقيمته 10 أس 2 إذن جملة القسمة التي حصلنا عليه هي 15 و 3 أزاء من 10 تقسيم 10 أس 2 نجري عملية القسمة المقسوم عليه هو 10 أس 2 قيمة الأس 2 إذن سوف نقوم بتحريك القاصل العشرية في المقسوم منزلتان عشرية تاني إلى اليسار كما في الشكل أمامك هذه المنزل الأولى وهذه المنزل الثانية إذن ناتج القسمة يساوي 153 جزءاً من ألف نقارن للناتج الذي حصلنا عليه والناتج الموجود على الطرف الأيمن في المعادلة الخامسة فنجد أنه متساوي إذن المعادلة الخامسة صحيحة وبهذا عزيز الطالب نقول قد انتهينا من الجزء الثاني من درس الأنماط لقسمة الكسور العشرية على أمل اللقاء بكم في دروس جديدة من دروس مادة الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته